بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدَّثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النظر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناساً تماروا أي تجادلوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقفٌ على بعيره بعرفة فشربه صلى الله عليه وسلم دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة عام حجة الوداع كان مفتراً فصوم يوم عرفة للحاج لا ينبغي اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم فيوم عرفة يوم عبادة وذكر واستغفار وتضرُّع فالحاج لا يصوم يوم عرفة أما غير الحاج فصيام يوم عرفة فيه أجرٌ عظيم لكن الصائم لا الحاج لا يصوم بل يجتهد في العبادة والدعاء والاستغفار والتضرُّع إلى الله جل جلاله حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النظر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقفٌ على بعيره وقال عن عمير مولى أم الفضل حدَّثني زهير بن حرب حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النظر بهذا الإسناد نحو حديث بن عيين وقال عن عمير مولى أم الفضل وحدَّثني هارون بن سعيد الأيلي حدَّثنا بن وهب أخبرني عمر أن أبي النظر حدَّثه أن عميراً مولى بن عباس رضي الله عنهما حدَّثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شكَّ ناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحنُ بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلتُ إليه بقعبٍ أي وعاء فيه لبًا وهو بعرفة فشربه اللهم بلَّغنا حجَّ حرفات بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والقبول والعتق من النار والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأهلكم وأولادنا وأولادكم يا رب العالمين وحدَّثني هارون بن سعيد الأيلي حدَّثنا بن وهب أخبرني عمر عن بُكير بن الأشج عن كُريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكُّوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين بحلابٍ بحلابٍ لبن أي وعاء اللبن وهو واقفٌ في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه صلى الله وسلامه عليه فيوم عرفة لا ينبغي للحاج أن يصوم بل يجتهد في الدعاء وأما غير الحاج فصيام يوم عرفة فيه أجرٌ عظيم حدَّثنا زُهير بن حرب حدَّثنا جرير عن هشام بن عروى عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كانت قُريش تصوم عاشُراء في الجاهلية وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصومُه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فُرِض شهرُ رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه يوم عاشُراء اليوم العاشر من الشهر المحرَّم الله سبحانه وتعالى أهلك فيه فرعون وملأه ونجَّى موسى عليه السلام وبني إسرائيل فصيامُ يوم عاشُراء يُؤجر عليه المسلم شُكراً لله سبحانه وتعالى على نصرِه وفضلِه على عبادِه المؤمنين وينبغي أن يصوم التاسع والعاشر مُخالفةً لليهود وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدَّثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومُه وقال في آخر الحديث وترك عاشُراء ومن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير حدَّثني عمرُ النَّاقِد حدَّثنا سُفيان عن الزُّهري عن عُروَة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن يوم عاشُراء كان يصامُ في الجاهلية فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه حدَّثنا هار حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عُروة بن الزُّبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ بصيامه قبل أن يُفرَض رمضان فلما فُرِض رمضان كان من شاء صام يوم عاشُراء ومن شاء أفطر حدَّثنا قُتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعًا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكًا أخبره أن عُروة أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن قريشًا كانت تصوم عاشُراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فُرِض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفتره حدَّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدَّثنا عبد الله ابن نمير حاء وحدَّثنا ابن نمير واللفظ له حدَّثنا أبي حدَّثنا عُبيد الله عن نافع أخبرني عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشُراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يُفترض رمضان فلما افتُرِض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء يومٌ من أيامٍ إن عاشُراء يومٌ من أيامٍ لا ومن شاء صامه ومن شاء تركه وحدَّثنا هارو وحدَّثناه محمد بن المثنَّى وزهير بن حرب قال حدَّثنا يحيى وهو القطان حاء وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا أبو أسامة كلاهما عن عُبيد الله بمذره في هذا الإسناد وحدَّثنا قُتيبة بن سعيد حدَّثنا ليس حاء وحدَّثنا بن رمش أخبرنا الليس عن نافع عن ابن عُمر رضي الله عنهما أنه ذُكِرَ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشُراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوماً يصومه أهل الجاهلية ومن أحبَّ منكم أن يصومه فليصُمه ومن كرِه فليدعه حدَّثنا أبو كريب حدَّثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدَّثني نافع أن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما حدَّثه أنه سمِع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشُراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية ومن أحبَّ أن يصومه فليصُمه ومن أحبَّ أن يترُكه فليترُكه وكان عبدُ الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافِق صيامه وحدَّثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدَّثنا روح حدَّثنا أبو مالك وبيد الله ابن الأخنس أخبرني نافع عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال ذُكِرَ عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشُراء فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء وحدَّثنا أحمد بن عُثمان النوفلي حدَّثنا أبو عاصم حدَّثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني حدَّثنا سالم بن عبد الله حدَّثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذُكِرَ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشُراء وقال ذاك يومٌ كان يصومه أهل الجاهلية ومن شاء صامه ومن شاء تركه حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعًا عن أبي معاوية قال أبو بكرٍ حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث ابن قيس على عبد الله وهو يتغدَّى وقال يا أبا محمد أدنُ أي أقرب إلى الغداء فقال أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمُ عَشُرَاءَ قال وَهَلْ تَدْرِي ما يوم عَشُرَاءَ قال وما هو قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان تُرِك وقال أبو كريب تركه وحدَّثنا دُهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدَّثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال فلما نزل رمضان تركه وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان حاء وحدَّثني محمد بن حاتم واللفظ له حدَّثنا يحيى بن سعيد حدَّثنا سفيان حدَّثني زُبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله رضي الله عنه يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد أدنُ فكل قال إني صائم قال كنا نصومه ثم تُرِك وحدَّثني وحدَّثني محمد بن حاتم حدَّثنا إسحاق بن منصور حدَّثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة قال دخل الأشعث بن قيس على بن مسعود رضي الله عنه وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يُصام قبل أن ينزِي رمضان فلما نزل رمضان تُرِك فإن كنت مُفطرًا فاطعم أي كل حدَّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدَّثنا عبيد الله ابن موسى أخبرنا شيبان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحُثنا عليه أن يُرَغِبُنا ويتعاهَدُنا عنده فلما فُرِض رمضان لم يأمرنا ولم ينهَنَى ولم يتعاهَدنا عنده حدَّثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما خطيبًا بالمدينة يعني في قدمةٍ قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه أي لم يفرِض وأنا صائب ومن أحبَّ منكم أن يصوم فليصوم ومن أحبَّ أن يفطر فليفطر حدَّثني أبو الطاهر حدَّثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله وحدَّثنا ابن أبي عمر حدَّثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهر بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إِنِّي صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم ولم يذكُر باقي حديث مالك ويونس حدَّثنا يحيى بن يحيى أخبرناه شايم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسُئِلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى أي نصر الله تعالى فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيماً له فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه وحدَّثناه ابن بشَّار وأبو بكر ابن نافع جميعاً عن محمد بن جعفر عن شُعبا عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال فسألهم عن ذلك وحدَّثني ابن أبي عمر حدَّثنا سُفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدَ اليهود صيامًا يوم عاشراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يومٌ عظيم أنجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وغرَّق فرعون وقومه فصامه موسى عليه السلام شكراً فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى عليه السلام منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق حدَّثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمِّه وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدَّثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشورا يوماً تعظِّمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم وينبغي أن يصام التاسع والعاشر وحدَّثناه أحمد بن المنذر حدَّثنا حماد بن أسامة حدَّثنا أبو العميس أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد قال أبو أسامة فحدَّثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشورا يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليَّهم وشارتهم أي زينتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم حدَّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر ناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدَّثنا ابن عيين عن عبيد الله ابن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشورا فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلُب فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشورا ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان وحدَّثني محمد بن رافع حدَّثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريد أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد في هذا الإسناد بمذر وحدَّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدَّثنا وكيع ابن الجراح عن حاجب ابن عمر عن الحكم ابن الأعرج قال انتهيت أي وصلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسِّدٌ رداءه في زمزم يعني جعل رداءه كالوسادة واتكَى عليه فقلت له أخبرني عن صوم عاشورا فقال إذا رأيت هلال المحرَّم فاعدُد وأصبح يوم التاسع صائما فقلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصومه قال نعم يصوم التاسع والعاشر وحدَّثني محمد بن حاتم وحدَّثنا يحي بن سعيد القطان عن معاوية بن عمر حدَّثنا الحكام ابن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسِّدٌ رداءه عند الزمزم عن صوم عاشورا بمثل حديث حاطب حاجب ابن عمر حدَّثنا الحسن ابن علي الحلواني حدَّثنا ابن أبي مريم حدَّثنا يحي بن أيوب حدَّثني إسماعيل ابن أميَّ أنه سمع آبا غطفان ابن طريف المُرِّ يقول سمعتُ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يومٌ تعظِّمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المُقبل إن شاء الله صُمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المُقبل حتى توفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يصوب التاسع والعاشر مُخالفةً لليهود والنصارى وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدَّثنا وكيع عن ابن أبي ذيب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعلَّه قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشر حدَّثنا قُتيبة بن سعيد حدَّثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم أي من قبيلة أسلم يوم عاشراء فأمره أن يؤذِّن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل وحدَّثني أبو بكر ابن نافع العبدي حدَّثنا بشر بن المفضل ابن لاحق حدَّثنا خالد بن ذكوان أن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات عاشراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائمًا فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوِّم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف يعني حتى يغفل الصبي فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه يعني اللعبة عند الإفطار وحدَّثنا هو يحيى بن يحيى حدَّثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع من تمعوِّذ رضي الله عنها عن صوم عاشراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة يعني الأطفال من العهن أي من الصوف فنذهب به معنا فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تُلهيهم أي تشغلهم حتى يتموا صومهم على كلٍ صوم عاشراء تطوَّع وينبغي أن يصوم التاسع والعاشر مخالفةً لليهود والنصارى وحدَّثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد أي حضرت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلَّى أي صلاة العيد ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان يعني يوم الفطر ويوم الأضحى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم عيد الفطر والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم يوم الأضحى فيحرم صيام يوم عيد الفطر وصيام يوم العيد عيد الأضحى وحدَّثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر يوم النحر ويوم الفطر يوم عيد الفطر حدَّثنا قُتيبة بن السعيد حدَّثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان وحدَّثنا أبو كامل الجحدري حدَّثنا عبد العزيز ابن المختار حدَّثنا عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومي هذا اليوم فلا يجوز صوم يوم الفطر ويوم الأضحى فحدَّثنا فحدَّثنا ابن نميل حدَّثنا أبي حدَّثنا سعد ابن سعيد أخبرتني عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى قال النووي رحمه الله وقد اختلف العلماء رحمهم الله في من نذر صوم العيد معينا كما قدَّمناه كما قدَّمناه قريبا وأما هذا الذي نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع وهل يلزمه قضاءه به خلاف للعلماء وفيه للشافع رحمه الله قولان الصحهما لا يجب قضاءه لأن لفظه لم يتناول القضاء وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين فإذا نذر أن يصوم يوم العيد لا يجوز له أن يصوم ولا يلزمه القضاء وحدَّثنا سريد ابن يونس حدَّثناه شيء أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهدلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام العيد فلا يصوم المسلم أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وعلى إلا من كان ليس عنده هدي ولم يصوم فيصوم أيام التشريق الذي لم يسق الهدي وهو متمتع ولم يصوم ولم يذبح فيصوم أيام التشريق الثلاث وسبعة إذا رجع إلى أهله وأما غير ذلك فصيام أيام التشريق أيام أيام أكل وشرب وذكر لله حدثنا محمد بن عبد الله بن نميل حدثنا إسماعيل يعني بن عليا عن خالد الحذاء حدثني أبو قلاب عن أبو المليح عن نبيشة رضي الله عنه قال خالد فلقيت أبو المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه شيء وزاد فيه وذكر لله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن السابق حدثنا إبراهيم بن الطهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام من أيام أكل وشرب وحدثناه عبد بن حميد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر حدثنا إبراهيم من الطهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فنادى أي في الناس كعب بن مالك وأوسى بن الحدثان رضي الله عنهما حدثنا عمر الناقد حدثنا سفيان بن عيين عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أي بالكعب المشرف أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت فيوم الجمعة لا يصومه المسلم في أيام التطوع يوم الجمعة لا يصومه نهى عن صيام يوم الجمعة يعني منفردا فحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريل أخبرني عبد الحميد بن جبير ابن جبير بن شيبة أنه أخبره أنه أخبره محمد بن عباد ابن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمذله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم الجمعة يعني منفردا تطوعا إلا أن يصوم يوم الجمعة والسب أو الخميس والجمعة أما يوم الجمعة وحده لا يصومه تطوعا فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش ها وحدثنا يحيي بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده الخميس والجمعة أو الجمعة والسب وحدثني أبو كريب حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه وحدكم فأن يصوم ثلاثة أيام البيض فيكون يوم الجمعة واحدا منها أما يوم الجمعة وحده فلا إلا أن يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسب حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمر بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها يعني كان في أول الأمر من صام رمضان أو لم يصم فأليه أن يفطر معني مخير إما أن يصوم رمضان وإما أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين ثم نسخ الاختيار فلا خيار من شهد منكم الشهر فليصمه ولا يجوز الإفطار في رمضان من غير عذر وأما هذه الآية نسخت كان في أول الأمر مخير بين الصيام وبين إطعام مسكين ثم نسخ هذا التخيير وبقي في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذان لا يقدران على صيام فيطعماني عن كل يوم من مسكين وأما القادر فلا يجوز له أن يفطر ويفدي حدثني عمرو بن سواد العامري حد أخبرنا عبد الله ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه الآية نسغت التخيير بين الصيام والافتداء فلا بد من الصيام إلا المسافر أو المريض أو العجوز الشغ الكبير الذي لا يقدر على الصيام ويفدي فيطعم عن كل يوم من مسكين والحامل والمرضع إذا خافت الحامل على نفسها أو المرضع على نفسها فيفطر ويقضي وأما إذا خافت الحامل على الطفل لا على نفسها أو خافت المرضع على الطفل لا على نفسها فعليها أن تقضي وتطعم مكان كل يوم مسكين حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلم قال سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة أم المؤمنين إذا أفضلت في رمضان بسبب الدورة كانت لا تقدر أن تقضي إلا في شعبان لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في شعبان يصوب كثيرا منه وكانت تقضي أيام الدورة وغير ذلك مما يجب في شعبان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لخدمته كانت لا تصوم في غير شعبان وكانت تقضي ما عليها في شعبان لأنه كان يصوم كثيرا من شعبان صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريل حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله يعني كانت تخضب النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا عمر الناقد حدثنا سوفيان وحدثنا وحدثنا من يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي خدمته وحدثني محمد بن أبي عمر المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراورد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي يا شعبان وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب أخبرنا عمر بن الحارث عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه قضاء رمضان فالصام عنه وليه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا لعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين يعني الإنسان أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء يعني صومي عن أمك وحدثني أحمد بن عمر الوكيع حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين يعني الإنسان أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضاء قال سفيان فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا ونحن الجلوس حدث حين حدث المسلم لهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما فحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا لا عمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكرياء بن عديد قال عبد حدثني زكرياء بن عديد أخبرنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي يونيسة حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك ديل فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك فحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بيناء أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتت امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية يعني أعطت أمها أمه وأنها ماتت أي أمها قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث أي وجب أجرك على الله ورجعت الأمى عندك بطريق الميراث ورثت أمها قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها فالصوم عن الميت والحج عن الميت مشروع وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بن مصر غير أنه قال صوم شهرين وحدثنا عبد الله بن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهرين وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان لهذا الإسناد وقال صوم شهرين وحدثني ابن أبي خلف حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهرين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة روايةً وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعامٍ وهو صائم فليقل إني صائم إذا دعاك أخوك إلى طعام وأنت صائم تقول إني صائم حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه روايةً قال إذا أصبح أحدكم يوماً صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم الرفض الكلام المتعلق بالجماع فالصائم لا ينبغي أن يتكلم بالكلام المتعلق بالجماع ولا يسب ولا يغتاب فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم أي لا أستطيع أن أرد عليك فالصائم عليه أن يحفظ صيامه والغيبة والنميمة والكلام الفاحش ممنوع دائماً وبالنسبة للصائم أعظم وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجذي به هو الذي نفس محمد بيده لخلفة فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الله أكبر الله تعالى قد بيّن سواب الأعمال إلا الصوم فإنه لم يبينه بل لا يعلم ذلك إلا الله فرائحة فمن الصائم وإن كانت بسبب الصيام فيها كراهة لكن عند الله أطيب من ريح المسك فالصوم عبادةٌ عظيمة يأجر الله عليها سبحانه وتعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب وقتيبة ابن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يعني وقايا وقايا من النار ووقايا من المعاصي قال النووي رحمه الله الصوم أصيها مجنة ومعناه سترةٌ ومانعٌ من الرفث والآثام ومانعٌ أيضاً من النار وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كلُّ عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فَإِذَا كَانَ يَوْمُّ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ فَلَا يَرْفُثُ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي مْرُؤٌ صَائِمُ وَالَّذِي نَفْسُهُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوهُ فَمِ الصَّائِمُ أَطِيَبُوا عِندَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ بِالْرِّيحِ الْمِسْكِ وَلِلْصَائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِي رَبَّهِ فَرِحَ بِصَوْبِهِ الله أكبر قال النووي رحمه الله ولا يسخب وهو الصياح السخب الصياح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش وحدثنا أبو سعيد الأشد واللفظ له حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل بن آدم يُضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه يدعو شهوته وطعامه من أجري للصائم فرحتان فرحةٌ عند فطره وفرحةٌ عند لقاء ربه ولا خلوفٌ فبيه أطيب عند الله من ريح المسكة الله أكبر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزيبه إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرحة وإذا لقي الله فرح والذي نفس محمدٍ بيده لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسكة وحدثني إسحاق ابن عمر ابن السليط الهذلي حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا ضرار ابن مرة وهو أبو سنان لهذا الإسناد قال وقال إذا لقي الله فالجزاه فرح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سلمان بن بلال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبراً الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبدٍ يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة وحدثناه قطيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني دراوردي عن سهيل بهذا الإسناد حدثناه وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن يحي بن سعيد وسهير بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوماً في سبيل الله يعني في الجهاد فاعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا طلحة ابن يحيى ابن عبيد الله حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء؟ قال فإني صائم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أي جاءتنا هدية أو جاءنا زور أي زائر قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيء أي أخفيت لك شيء قال ما هو قلت حيث قال هاتيه فجئت فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما قال طلحة فحدثت مجاهداً بهذا الحديث قال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدق من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها فإن شاء أمضاها أن صائم التطوع يجوذ له أن يفتر وهذا من رحمة الله في صوم التطوع إذا كان صائماً ثم بدى له أن يفتر جاز له الفطر في صوم التطوع وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طاح بن يحيى عن عمته عائشة بن تطلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا قال فإني إذاً صائم ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أريني فلقد أصبحت صائماً فأكل صائم التطوع يجوذ له أن يفتر وحدثني عمر بن محمد الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه إذا أكل وهو ناسي فلا يبطل صومه ولكن من رآه يجب عليه أن ينبهه حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن الزريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً معلوماً سوى رمضان قالت والله إن صام أي ما صام شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يُصِب منه يعني كان لا يصوم تطوعاً شهراً كاملاً بل كان يصوم بعضه ويفطر بعضه صلى الله عليه وسلم وحدَّثنا عبيد الله بن معاد حدَّثنا أبي حدَّثنا كهمس عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً كله قالت ما علمته صام شهراً كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعضه تطوعاً ويفطر بعضه صلوات الله وسلامه عليه وحدَّثني أبو الربيع الزهراني حدَّثنا حمَّاد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن الشقيق قال حمَّاد وأظن أيوب فاتسمعه من عبد الله بن الشقيق قالت سألت عايشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر قالت وما رأيته صام شهراً كاملاً منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضاناً إن كان يصوم تطوعاً أياماً كثيراً ثم يفطر ويفطر أياماً ثم يصوم تطوعاً صلى الله عليه وسلم وحدَّثنا قطيبة حدَّثنا حمَّاد عن أيوب عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عايشة أم المؤمنين رضي الله عنها بمثله ولم يذكر في الإسناد حشاماً ولا محمداً حدَّثنا يحيي بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر ناقد جميعاً عن ابن عيينة قال أبو بكر حدَّثنا سُفيان بن عيينة أبو بكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر